عجبني في كولر حاجة بعيدة عن المباراة أي مدرب؟ أي مدرب؟ علي معلول لو اتأخر 24 ساعة يقولك لا هاته تنزني لعله وعاسة ممكن أدفع بي في الشت التاني مروان عطية إمام عشور موجودين على الدكة جاهزين أو جاهزين ولكن كولر فضل إنه هو يدخلهم لمباراة العودة ويرياحهم عشان لك قدر لما يكونش فيه إصابة تمام؟ محمد عبد المنعم جاهز وموجود ولكن كولر فضل عدم الدفع به عشان لا تتفاقم الإصابة أو ما تقعدش الإصابة لي تاني ويكون جاهز لمباراة العودة فيه مدربين كتير ما بتفرش معها التفاصيل دي فيه مدربين يهمها الأرقام القياسية فيه مدرب يهم يقولك أنا أكسب بره فيهمني يكون بالتشكيلة الأساسية لكن كولر أنا بيعجبني فيه هدوءه في بعض التفاصيل مش مدرب بينفعل بفكرة لو عنده لعيب كبير غايب لأ هاته بسرعة حتى لو قبل المتش بـ 24 ساعة لعيب دولي مهم على الدكة لا ادفع بيه والشطة التانية ممكن أغيره لا كولر مش كده ودي نقطة عجباني فيه عنده شوية تفاصيل كده نتمنى يا رب تتظبط في موضوع التغييرات وحاجات كده معينة ولكن هو الحمد لله ربنا موفق في الفترة الأخيرة مع النادي الأهل ولكن جزء الاتزان النفسي في التعامل مع اللعيبة وفي التعامل مع المواقف الصعبة لا كولر مدرب مش هقيمه دلوقت وراجل نجح نجح كبير جدا ولكن قدر يفرد سياسة واسطوب جديد مع الآلي بعد فترة طويلة كان الآلي بيعاني من تغيير المدربين ووجود ثقافات مختلفة من مدرب لآخر تدفع بكريمة دببيس في مباراة إفريقية في تنزانيا أجواء صعبة جدا أمام ستين ألف متفارج مباراة في التحبي يحضر رئيس الفيفا دي نتيجة سقط المدير الفني في اللعيب اللي عنده وكريمة دببيس على فكرة نجح في هذه المهمة بشكل كويس جدا ولكن خوفا عليه ونتيجة ضغط المتش خلد عبد الفتاح مكان كريم الدببيس واخدوا بالكو كمان نقطة تانية خلد عبد الفتاح بقاله فترة كبيرة غايبة بقاله فترة كبيرة غايبة غايب عن المباريات فكمان تفكير كولر في الدفع خلد كان في توقيته مناسب جدا بعض التفاصيل كده لو الأهل اشتغل عليها الفترة الجاية أنا متواقع الآلي يعني مش هتفرم معه مباراة جوا مصر أو برا مصر يقدر يكسب إن شاء الله أي فرقة لأن الآل بصراحة أفضل فريق إفريقي في الفترة الحالية